وفي ذات السياق أكد سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي عضو مجلس الشورى أن توجيه السمولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تقرير ديون الرقابة المالية والإدارية تحقق الهدف الأسماء وهو الحفاظ على المال العام جاءت استجابة صاحب السمولي الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أحفظه الله وراءه وصدور توجيهات سموة السديدة بتسخير كافة الإمكانيات الحكومية لضمان التطور المتلامي في دعا الحكومة الموقعة وفق أحدث الأساليب والمنهجيات وهذه من ثوابت الوطنية والديمقراطية بما يحقق الهدف الأسماء وهو الحفاظ على المال العام واستدامة الموارد ويدعم المسيرة التنموية الشاملة حكومة الموقرة في توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد وضعت كل الأسس واللبنات لتطوير الأداء الحكومي والحفاظ على الموارد المالية واستدامة الموارد المالية والحفاظ عليها والحفاظ على المال العام بكل شفافية تقرير أعطى يعني الهدفع نحو تعزيز ثقافة الالتزام بالنسبة للموظف العام